اصدقائي المتابعين اهلا بكم هنتكلم النهاردة عن قطع الالكترونية مهمة جدا لا يخلو منها اي باور سبلاي وفي كثير من الدوائر الالكترونية القطع اللي معانا النهاردة هي الاوبتوكوبلر او الفوتوكوبلر هنشوف النهاردة فيما تستخدم والتركيب الداخلي للقطع دي وطريقة القياس وهل من الممكن قياسها بالدائرة ام لا تابعونا بعد الفصل القطعة اللي معانا زي ما شايفين حضراتكم فيها طرفين من كل جهة في طرف بيكون في العلامة الضوت اللي موجودة هنا دي على الطرف الاول او الطرف التاني مفيش مشكلة المهمة تكون في اتجاه في علامة الضوت الاتجاه اللي فيه علامة الضوت دي اه رقم واحد والاسفل رقم اتنين رقم تلاتة رقم اربعة القطعة اللي معانا وظيفتها الربط والعزل ما بين اه الدوائر الالكترونية ازاي ربط وعزل ده هياخدنا للتركيب الداخلي للقطعة دي وهنقدر نقول ببساطة جدا ان القطعة دي تتكون من جزئين مهمين جدا ده الاوبتو كوبلر وهنا علامة الضوت بتكون فوق او تكون تحت الاتنين واحد المهم نعرف ان الضوت ناحية الطرف رقم واحد ورقم اتنين هيكون هنا الطرف اتنين تلاتة اربعة ده رقم وان تو سري فور خلاص يبقى هي تكون ضوت واحدة من فوق او من اسفل مفيش مشاكل طرف رقم واحد طرف رقم اتنين تلاتة اربعة اه مع الطرف رقم واحد بيكون الانود لي ال اي دي او وغالبا بيكون اي ار انفراريد والطرف رقم اتنين مع الكاسود تمام ده الطرفين الاول والتاني الطرف التالت والرابع بيكون موصل مع اه الكوليكتور واميتر لترانزيستور هنا الكوليكتور هنا الاميتر والبيز بتكون عبارة عن قاعدة اه مستشعرة لالاي ار اللي هترسل من اللايت اميتنج دايود والجزء اللي فيه المنتصف ده بيكون من مادة شفافة غالبا من الزجاج لتوصيل الاي ار لقاعدة الترانزيستور طيب لما نوصل اللايت اميتنج دايود بمقاومة ومصدر خمسة فولت مثلا اي مصدر طيار هيمر الطيار باللد هنا مع الارضي وبالتالي هيكون فيه شعاع ضوئي او اي ار هتنتقل لبيز ترانزيستور ده ترانزيستور ضوئي بمجرد سقوط اشعة ضوئية او اشعة اي ار على بيز ترانزيستور هيوصل الكوليكتور مع الاميتر وبالتالي نقدر نشغل اي لود بطيار مثلا 20 فولت وهنا طبعا مع الارضي اذا عملنا وصل او ربط ما بين دايرة 5 فولت ودايرة 20 فولت وممكن تكون الدايرة دي تعمل على طيار اعلى من كده وبتتحكم فيه جيت ترانزيستور او موسفت يعمل على 300 فولت فده كده بنربط ما بين دايرة جهد مرخفض مع دايرة جهد مرتفع من 20 ل300 فولت نتحكم فيه بيز الترانزيستور او جيت موسفت ومن هنا بنقول ربط وعزل لاني مفيش اي اتصال ما بين الدايرة الاولى والدايرة التانية اذا المخطط الداخلي دي القطع الايكترونية الاوبتو كوبلر وكيفية استخدامها في الربط والعزل ما بين دايرتين طيب اه طريقة قياس الكطعة الكطعة هي بنفس الرسم اللي معانا اذا خارج الدايرة نقدر نقول اني موجب الملتميتر مع الانود والسالب الملتميتر مع الكاسود كاننا بنقيس لد هيعمل في الاتجاه الموجب ومش هيعمل في الاتجاه السالب بالنسبة ليه الترانزيستور طالما ما فيش طيار يمر فيه اللد اذا طرف الكوليكتر والامتر معزولين عن بعض او الدايرة بتاعتهم مفتوحة هنشوف مع وعد دلوقتي معانا افو ميتر على وضع الدايود معانا هنا الطرف الانود ليه اللايت اميتنج دايود الطرف التاني ادى قراءة كأنه لد بالزبط طيب لو قلبنا الاطراف يخلي الموجب مع الكاسود والسالب مع الانود اذا عكسنا الاقطاب مفيش اي قراءة لاني عارفين ان الدايود او الليد بيقيس في اتجاه الموجب ومش في الاتجاه العكسي طيب بالنسبة ليه الترانزيستور الطرفين اللي من الاتجاه التاني مفيش قراءة لان مفيش طيار بيمر في الليد وبالتالي مفيش طيار هيمر فيه الترانزيستور نعكس الاقطاب مفيش اي اتصال بالنسبة ليه قياس الاوبتو كوبلر على الدايرة طبعا دي دايرة باور سابلاي او شاحن الاوبتو كوبلر في دوائر باور سابلاي بتستخدم في الفيدباك زي ما شايفين حضراتكم الاوبتو كوبلر وطبعا كنت عايز اعمل كورس كامل للباور سابلاي ولكن اه الوقت يسمح هنعمل دورة كاملة عن الباور سابلاي هنشوف النهاردة الاوبتو كوبلر اهو بيربط الاوت بوت مع الان بوت الطرف الجهد العالي مع الجهد المخفض وزي ما حضراتكم شايفين في منطقة عزلة في المنتصف دائما يكون الاوبتو كوبلر يربط ما بين الطرفين هنقيس دلوقت على البردة وهنشوف القياس هل ممكن قياس الاوبتو كوبلر على البردة ولا لا على وضع الديوت هنقيس العلامة الدوت موجودة على الاتجاه ده يبدأ اتجاه الـ قاس معانا في اتجاه هنشوف الاتجاه التاني او الاتجاه العكسي قاس برضو معانا ما في الاتجاه العكسي هل كده اللي يكون الليد آآ محروق مش مؤكد ان يكون الليد محروق وده لان فيه مقاومة مربوطة توازي مع طرفين آآ الليد او طرفين الاوبتو كوبلر شوف هنا مع بعض كده طرفين الاوبتو كوبلر الطرف ده وفي معاهم مقاومة مربوطة توازي دي لحماية الليد اذا ما نقدرش نقيس الليد الاوبتو كوبلر وهو على البوردة طيب نقيس الترانزيستور فيه قراءة والاتجاه التاني ما فيش قراءة المفروض ما فيش طيار بيمر فيه الليد وبالتالي ما فيش طيار بيمر فيه الترانزيستور ولكن ادى قراءة على اتجاه والاتجاه التاني ما فيش قراءة ده بسبب مربوط مع ترانزيستور دايود اذا ما نقدرش نقيس او ما نقدرش نسبت بشكل قاطع ان الاوبتو كوبلر تالف ولا لا وهو على البوردة لان فيه قطع الالكترونية بتكون مربوطة على التوازي ممكن هنا مع الليد مقاومة فوق ممكن يكون فيه مقاومة هنا وبالنسبة ليه الترانزيستور ممكن يكون فيه دايود وممكن يكون فيه مكسف بيختلف من دايرة الاخرى ومن باور سابلاي لاخر اذا القراءة على البوردة قراءات مختلفة ما نقدرش نحصرها فيه قراءة او اتنين او تلاتة كل باور سابلاي وليه دايرة ويكون فيه اضافات وبالتالي ما نقدرش نحكم على الاوبتو كوبلر فيه الدايرة حد يقول لي طيب لو اسنق الدايود وده صافرة او اده مقاومة منخفضة جدا ونفس الكلام بالنسبة ليه ترانزيستور هل ده يعني ان الاوبتو كوبلر تالف مئة في المئة برضو ما نقدرش نحكم لاي سبب ممكن تكون الدايود تالف تكون المشكلة فيه الدايود الموصل توازي او المشكلة فيه المكسف عامل شورت او المشكلة فيه مقاومة محروقة بسبب مرور طيار اعلى من اللازم فكل ده ممكن يكون محروق ويسبب لك الصافرة او الشورت وبالتالي القراءة تكون خادعة طيب دلوقتي عايزين نشوف حالة تانية ده شاحن لابتوب شاحن سليم فكيته هنقيس في الحالة التانية ده قياس الليد مفيش قراءة نعكس الابتوب نصل الموجب بالانود والسالب بالكسد ادى قراءة اذا كده قدرنا نقيس الليد بشكل مزبوط في الحالة الاولى كان فيه مقاومة مع الليد وبالتالي ادى قراءة في الاتجاهين وفي الحالة دي مفيش مقاومة وبالتالي ادى قراءة في اتجاه واحد وبالتالي قدرنا نحكم على ان الليد سليم ومن هنا بنقول ان مفيش قراءة ثابتة للابتوكوبلر وهو على البوردة ويرجع السبب لاختلاف الدوائر للباور ساب لاي ودوائر التجاهيل بتاعت الابتوكوبلر هنشوف الترانزيستور فيه قراءة نعكس الاقطاب فيه قراءة اذا في الحالة دي برضو فيه قراءة في الاتجاهين ولكن في الحالة الاولى كان فيه قراءة في اتجاه واحد دليل على وجود دايد موصل توازي مع الترانزيستور يبقى برضو فيه اختلاف لما يكون الابتوكوبلر على الدايرة بيكون فيه اختلاف من دايرة للتانية في القياس اذا نقدر نقول بشكل قاطع ان القياس على البوردة غير معبر عن حالة الترانزيستور اذا كان تالف ولا لا طيب ازاي نفحص الاقطوكوبلر سليم ولا محروق بطريقة بسيطة جدا معانا افو ميتر هوب على وضع الدايد هنوصل اي طرف من المالتوميتر كوليكتر والاميتر بتوع الترانزيستور تمام؟ اي طرف الاتجاه اللي مفهوش الدوت او العلامة خلاص ده بتاع الترانزيستور كده وصلنا واميتر وعايزين باور سابلاي الموجب بتاعه هم وصلينه من خلال مقاومة ميت اوم او متين وعشرين اوم ده موجب الباور سابلاي اهو وسالب الباور سابلاي هنوصله مع الكسد بتاع الليد والطرف الاخير هنوصله بموجب الباور سابلاي من خلال مقاومة ميت اوم او متين وعشرين اوم على خمسة فولت وهنشوف دلوقت هيدينا ايه شغلنا الباور سابلاي وهنوصل موجب الليد بموجب الباور سابلاي من خلال المقاومة ادينا قراءة خمسة وخمسين اوم على وضع الصافرة ممكن القراءة دي تقل او تزيد على حسب المقاومة اللي انت موصلها مع موجب الباور سابلاي او على حسب الجهد بتاع الباور سابلاي انا دلوقت مزابط الباور سابلاي على خمسة فولت هزود الجهد هتقل معانا المقاومة لان طيار اللي ادي بيزيد وبالتالي طيار الترانزيستور بيزيد المقاومة بتاعته بتقل كده اتناشر فولت كان حاجة وخمسين دلوقت اربعين اوم وكل ما بنزود بتقل المقاومة خمساشر فولت طبعا نكتفي بكده هي دي وظيفة الاوبتو كوبلر مفيش طيار في الليد وبالتالي الترانزيستور فتح الدايرة ومفيش طيار بيمر هنوسط الموجب هيبقى فيه مقاومة كومتها صغيرة جدا دي ابسط طريقة لقياس الاوبتو كوبلر طيب اخر حاجة نقدر نقولها عن الاوبتو كوبلر ان هو بيعزل دايرتين عن بعض ليه بسبب ان ممكن دايرة تحصل فيها شورت وتوصل للدايرة التانية وممكن تكون الدايرة التانية دايرة جهاز طبي موصل بالمريض ويحدث صعق لقدر الله لذلك بمجرد حدوث شورت فيه الدايرة الرئيسية بيفصل الاوبتو كوبلر ويفصل طيار عن دايرة الاوتبوت دي كل حاجة نقدر نقولها عن الاوبتو كوبلر اتمنى يكون كل فهم القطعة دي بتتقاس ازاي ووظيفتها ايه وتركيبها الداخلي ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله صلو